استشهد وأصب عشرات الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء في اليوم الثالث والأربعين بعد المئة من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وشن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكففة وقصفا مدفعيا عنيفا استهدف مناطق دانوبا قلقطاع وفدت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين أجراء استهداف منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة كمستشد أربعة فلسطينيين بينهم سيدة وطفل ووصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال رفح وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة سقط ضحياتها تسعين شهيدا ومائة واربعة وستين مصابا خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية لترتفع قصيرة الشهداء إلى تسعة وعشرين ألف شهيد وسبعمائة واثنين وثمانين وسبعين ألف وثلاثة واربعين مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي اشتركوا في القناة